موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم النادي الاهلي كدور المجتمعي في الدولة المصرية وأخذ إجراءات طبقا لقرار سيدة رئيس الوزراء بوقف النشاط الرياضي أو تعليق النشاط الرياضي لمدة 14 يوم على فور النادي الاهلي كان فيه تكليف من رئيس مجلس النادي الاهلي بالاجتماع مع النشاط الرياضي والسيدة المدين الفنيين وتم بالفعل مع كابتروف عبدالقادر الاجتماع مع النشاط الرياضي بالكامل الأجهزة الفنية بالكامل الهدف من الاجتماع كان الشقين الشبك الأول نحن نختارهم كان حاضر معنا اللجنة الطبية بنختارهم الأول بظروف الدولة المصرية والفيروس اللي العالم كله بيباجه وشكل عامل إزاي واخترته إيه وفي نفس الوقت بنقول النهاردة اللي فيه حاجة اسمها توعية دي أهم من أي حاجة المفروضة نحن نتحرك عليها وكلنا يمكن نحضرنا اجتماع مع السيد محافظة القاهرة وصلنا فيه كل الجهات المعنية كانت موجودة وصلنا فيه اللي هو الفيروس موجود أهو لكن هناك توعية يجب أن تتبع حدش هينجو الواحده لازم كلنا نتكتف مع بعض في المرحلة القادمة ولازم نتذكر دايما كل واحد عليه مسئولية كل واحد عليه مسئولية في بيته وعليه مسئولية في النادي وعليه مسئولية في المجتمع وعليه مسئولية في عمله فهو احنا الحمد لله رب عميد حركنا على هذا النطاق وعينا وقلنا لي كافة الأجهزة الفنية الفيروس وخطرته وازاي هنواجه الفترة اللي جاية ازاي هنتبع تعليمات الصحة والسلامة اللي ملتزمين كلنا بيها وبناء عليه طبعا احنا بنتبق قرار لسيد رئيس مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي على كل مستويات حرصا على لعبينا حرصا على عجزتنا الفنية حرصا على العاملين بالنادي الأهلي حيث عن عداء الجماعية العمومية وفي نفس الوقت احنا بنقول المدير الفنيين ومديربين عليهم دور ازاي وعوا مش جواه النادي بس احنا النهاردة وقفنا المدارس او اخد اجراء الدولة المصريية اخد اجراء بتعليق الدراسة في المدارس مش عشان خلال الفنيين عشان توصل للاعبتنا ده دور النادي الأهلي وان شاء الله بإذن الله يعني الحياة نتمنى الحياة تقود لطبيعتنا ان شاء الله طبعا النادي الأهلي على المستويات احنا قلنا المستوى النشاط الرياضي المستوى الاجتماعي وفيه يبقى فيه جزء خاص بالجماهير النادي الأهلي وده دور النادي الأهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية او الشعب المصري بصفة عامة طبعا احنا فيه تنصيق مع اللجنة الطبية برأس الدكتور محمد شوقي اخدنا كافة الاجراءات واستغلنا الفرصة اللي كان فيها برضو كانت ازمة بتعدي على مصر كلها اللي هي سوء الاحوال الجوية اخدنا فرصة احنا اغلقنا باب النادي الأهلي ذاتا من يوم الخميس وابتنا نستقبل الأعضاء من يوم السبت استغلنا في 48 ساعة ازاي هنعقم النادي وانتهر ويكون جاهز لاستقبال الأعضاء وازاي هنحط التوعية لكل عوض وعشان خطر نحافظ على المسيرة ونحافظ على الحياة تبقى مستمرة معنا على طول مش عايزين نوصل او نضطر اللي احنا بنغلق النادي او نغلق او باب النادي في وجهة كثير من المتردين وخصصات الأعضاء الجماعية العمية والرواد وننصحهم ونقبلهم حافظوا على سلامتكم وحافظوا على مسافات الأمنة بينكم ومن بعض حاولنا نحافظ دايما مع بعض على النظافة بنتحرك في هذا الاتجاه طبعا احنا بنعقم النادي على مدار اليوم طول ما الفترات النادي مفتوحة نعقم النادي على مدار اليوم يمكن اخذنا قرار بعد العودة رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة محمود الخطيب اللي احنا هنقلل ساعات العمل بالنسبة للعاملين في النادي تبقى خمس ساعات بدلا من سبع ساعات وفي نفس الوقت بدلا ما النادي كان بيفل الساعة 18 بليل هنقف النادي الساعة 8 نحن نحاول نحافظ على استمرار الحياة ولكن مع اتباع قواعد الصحة والسلامة في النادي الاهلي طبعا ده جزء من المجتمع المصري جزء من الدولة المصرية ليه دور مهم جدا 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 كلنا بنخسر كل المرحلة دي لازم كلنا نتكاتف لازم كلنا ننسى الخلافات اللي موجودة في الوقت الحالي بنتكاتف مع بعض ازاي هنعدي المرحلة القادمة اهم حاجة سلامة وصحة لعبينا سلامة وصحة شعب مصر سلامة وصحة كل الناس يعني دي اهم حاجة ان شاء الله بإذن الله البطرات موجودة كتير ولكن سلامة الشخص دي اهم عندنا من اي حد فان شاء الله بإذن الله قادرين وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا البلاء وتعود الحياة ولكن دي دروس لازم الناس كلها تبقى مستفيدة لازم النهارده تراجع نفسها ونستفاد من الدروس ازاي النهارده هنستمر المرحلة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله مسالة النادي الاهلي وكابت محمود الخطيب لجمهوره وجمهير الكرة المصرية احنا كان عندنا حلم اسمه عودة الجمهير لصدق قاهرة يمكن الحلم ده تحقق بتكاتف كل المنظومة مع بعض تكاتف كل واحد تحمل مسؤوليته الجمهور تحمل مسؤوليته الدولة المصرية تحملت مسؤوليتها النادي تحاول مسؤوليته الامن تحمل مسؤوليته الوضع الحالي اللي احنا فيه افتكروا دا دايما عشان خاطر الرياضة ترجع تاني عشان خاطر الحياة ترجع تاني لازم كل واحد فينا تتحمل مسؤوليته الجمهور أنا بخطب عشان احنا رياضة هخطب الجمهور بصفة عامة وده يعني كلنا بنشجع نادي الاهلي بنشجع الزمالك بنشجع كل عند كل واحد ليه نادي بنشجع ولكن في الآخر كنا نتكتف مع بعضينا عشان ترجع تلعب في الاستاد تاني وعشان نعدي الكابوة دي على مصر كلها إن شاء الله لازم كلنا نتكتف ناخد الموضوع بجدية نتعاون مع بعض إزاي المرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله الاربعتاشر يوم اللي الدولة المصرية قالت عليهم عايزينهم يعدوا على خير إن شاء الله ونعلن برضو اللي في مصر خالية من كورونا وهو ده اللي احنا بنتمناه مفيش الحد الواحده هيعمل كده الحكومة المصرية مش تعمل كده لوحدها مجلس صدارة النادي أو النادي الاهلي مش يعمل كده لوحده الجمهور أو الشعب المصري مش يعمل كده لازم كنا نتكتف كل واحد يبقى عارف دوره كويس إيه وإن شاء الله ربنا هيسلم الجميع بإذن الله طبعا نرسي لكابت محمول خطيب لعائلة النادي الاهلي أعضاء جماعة عمية أجهزة فنية لعبين الجماهير أعضاء النادي الاهلي طبعا نرسيتنا ليهم يعني خفنا وحرصنا على صحتكم لو سمحت أن تتبع التعليمات الصحة والسلامة النادي الاهلي احنا بقدر الإمكان فتحين ببانوا عشان خطرك وعشان خطر الناس تبقى موجودة وانت جوه النادي تأكد اللي كل عامل أو كل موظف أو الإدارة اللي موجودة بتتمنى لك السلامة وفي نفس الوقت احنا قاعدين عشان نخدمك وفي نفس الوقت عشان تبقى أنت عندك الوقت اللي بتبقى فيه موجود في النادي في جوه صح كويس أما بالنسبة لأولادنا وشبابنا أرجوكم خدوا الموضوع على محمل الجد خدوا الموضوع على محمل الاهتمام منكم النهاردة يمكن فيه قرار من رئيس الدولة المصرية حرصا على سلامتكم بمنع الدراسة في الجامعات والمدارس ده مش عشان خطر الخروج ده عشان خطر يبقى عندكم وعي ازاي تحافظوا على نفسكم ازاي تحبوا بلدكم ازاي تخافوا على بلدكم في الفترة دي العملية ان شاء الله بإذن الله بسيطة ولكن دايما تتبع أسليب الصحة والسلامة وملخصها دايما النظافة عدم التلامس خلي في مسافة بينك وبين زميلك اللي انت بتحبه مسافة كافية للأمن عشان خطر ان شاء الله نعد لله 14 يوم على الأخير وتكون مصر قادرة اللي هي تقول أو تعلن اللي ما فيش فيروس كورونا موجود ان شاء الله بإذن الله أما بالنسبة لجماهيرنا تذكروا اللي احنا كان حلم حياتنا اللي احنا هنا في السادق قاهرة هذا الحلم ما تحققش إلا أما المنظومة كلها تكتفت مع بعض الجمهور قدى دور وتحمل مسؤوليته الدولة قدت دورها وتحمل المسؤولية الأمن قدى دور وتحمل المسؤولية والنادي الأهلي قدى دور وتحمل المسؤولية بناء عليه رجعنا لعيبنا في السادق قارة تاني النهاردة نفس الموقف أنا ببعط رسالتي اللي انتوا تقدروا تفهموا احنا عايزين نقول ليه نفس الموقف محدش هيبقى مسؤول لوحده الدولة بتعمل عليها المسؤولين بيعمل له عليهم ناقص حاجة واحدة بس إحنا كجمهور وإحنا كشعب هنعمل إيه أرجوكم كل واحد يعمل الدور وتحمل مسؤولية وإن شاء الله بإذن الله هنرجع تاني والأمور ترجع تاني للحياة الطبيعية وده يعني بندعو ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن مصر وعن الشعب المصر إن شاء الله اشتركوا في القناة